السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم في قناة الصحة والمطبخ النهاردة معنا فيديو جديد عن الحمل في الاسبوع الخامس عشر وماذا يحدث للام وكيف يتطور الجنين وبعض النصائح يجب اتباعها في الاسبوع الخامس عشر تبدأ بطن الام في الظهور مع بعض العراضة البسيطة المصاحبة للحمل وربما تشعر بحركة الجنين داخل الرحم مع الحرص على تناول عناصر الغذائية اللازمة لجسم الام والجنين اولا ماذا يحدث للام في هذا الاسبوع تبدأ التغيرات على جسد الام في الظهور حيث ينتفغ البطن ويبدأ هرمون اللبن في التكون بالسادي مما يجعله اكبر حجما كما تشعر بارتفاع في درجة الحرارة الامر الذي يستدعيها الى ارتتاء ملابس قطنية لامتصاص العرق ومنع الالتهابات وربما تعاني من احمرار ونزيف اللسة عند استخدام الفرشاة في تنظيف الاسنان كما يمكن ان تنسى الام بعض الاشياء او قد تشعر بالصداع نتيجة لتغير الهرمونات في الجسم ثانيا كيف يتطور الجنين يتطور جلد الطفل ويصبح اكثر رقة وشفافية وتكون الهوعية الدموية بارزة من خلاله كما تتكون العضلات الرئيسية في المعصمين والساقين والقدمين مما ينعكس على حركة الجنين ثالثا نصائح يجب اتباعها بعض النصائح قد تجدين انها تتكرر من اسبوع لاخر مثل النصائح العامة الخاصة بتناول اكل صحي والمتعاد تماما عن المشروبات الغازية والكافين والكحليات والتدخين بالاضافة الى الفيتامينات التي تحتاجها الام تحتاج الام في هذا الاسبوع الى تناول فيتامين بي وان لتحسين وظائف الجهاز العصبي والقلب والعضلات لدى الجنين فضلا عن تطور عقله ويتوافر هذا الفيتامين في البقوليات والحليب والبرتقال والمكسرات والشفان والقمح وغيرها واخيرا متى يجب استشارة الطبيب يجب المتابعة مع الطبيب المختص خاصة عند حدوث مشكلات في الفم مثل ظهور كتلة على اللسة او تراكم البلاك على الاسنان مع ضرورة غسل الاسنان جيدة مرتين يوميا كذلك يجب قياس الوزن باستمرار ومتابعة نمو الجنين في نهاية الفيديو ننوه ان المعلومات المذكورة في هذا الفيديو لا تغني ابدا عن زيارة الطبيب وللمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع يمكنكم الرجوع لمصدر هذه المعلومات في وصف الفيديو في نهاية الفيديو اللي اعجبكم جاريت تدعموا ليكو كومنتو شاركوا الفيديو مع اصدقائكم وتشاركوا معنا في القناة وتنتظروا مننا كل جديد في قناتكم قناة السحة والمطبخ عليكو كلمة الس depressing شكرا